وعلى هامش زياراته لمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وفدا من ممثل الجامعة الفرنسية بمصر التي سيتم إعادة إطلاقها قريبا وأعرب مدبولي خلال اللقاء عن ساعدته بإعادة إطلاق الجامعة التي تعد ترجمة حقيقية للرغبة المشتركة للقيادة السياسية بالبلدين لتعمق الشراكة التعليمية الفرنسية المصرية هذا وقد استعرض الوفد الفرنسي تفاصيل تصميم الهندسي لمباني الجامعة الذي يتضمن إنشاء حرم جامعي يستخدم مصادر الطاقة نظيفة حيث ستكون أسطح المباني مغططا بألواحي توليد الطاقة الشمسية